طيب هلطلع فاصل أو خلينا نروح نشوف مؤتمر خفير أجري ماذا قال خفير أجري في مؤتمر الصحفي وبعد ما نشوف هذا المؤتمر هلطلع فاصل وبعد الفاصل هنستقبل النجمين الكبيرين النجم الكبير كابتن ماهر همام ونجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم وحوار فني خالص جدا عن النادي الأهلي وبالطبع عن تأهل منتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية بعد ما نشوف التقرير فاصل وبعد الفاصل كابتن ماهر همام وكابتن شريف عبد المنعم أعتقد أننا ندخل البطولة بطموحات كبيرة واليوم اكتملت تقريبا صفوف الفريق من ضمام اللاعبين الدوليين انضم إلينا ستة لعبين ولكننا نشعر بسعادة كبيرة في كل الأحوال ونرغب في تقديم صورة قوية عن مونت الري منذ اليوم الأول وغدا تنتظرنا مباراة كبيرة جدا أمام الأهلي الأهلي فريق كابير للغاية وسيكون خصما كبيرا خاض بطولات كبيرة في بطولة أفريقيا لا أعتقد أننا نمتلك أي أفضلية انضم إلينا ستة لعبين ونفتقد لعبين ولكننا في كل الأحوال نخوض البطولة بشكل قوي والكورونا تهددنا من جميع الاتجاهات ولكن علينا التعامل مع الواقع أعتقد أن المباراة ستكون قوية أمام فريق قوي للغاية الأهلي فريق متمرس جدا في البطولة ولكن حسنا أعتقد أننا سنقدم مباراة كبيرة نريد أن نقدم صورة قوية المنترية للعالم العالم سيعلم أننا نستطيع أن نقدم مباراة كبيرة ونقدم صورة طيبة للغاية نخوض البطولة مباراة كل مباراة على حدة غدا سنبدأ البطولة بمواجهة الأهلي وعلينا أن نظهر الصورة التي سيراها الجميع للكورا المكسيكية من خلال فريق منترية الأهلي يمتلك فريق قوي للغاية لديه لعبين كثر الأمر لا يقتصر فقط على لعبي المنتخب هو فريق متمرس وينافس على بطولات كبيرة في كل عام لا نمتلك أي أفضلية لأنها ستكون مباراة 11 ضد 11 داخل الملعب أفريقيا ضد الكونكاكاف ولا أعتقد أننا نمتلك أي أفضلية وسنواجه مباراة قوية لا أؤمن بالماضي لأنها أعوام مختلفة وبطولات مختلفة وقوائم مختلفة للفريقين ولهذا لا أعتقد أن المنتخبري سيكون له أفضلية الأهلي فريق قوي جدا في أفريقيا حسب ما أرى وحسب ما علمت عن الأهلي الفريق تطور كثيرا عن الماضي وسيجعل الأمور صعبة للغاية علينا غدا أحترم الأهلي كثيرا ولعبيه ومدربي وستكون مباراة قوية للغاية الفريق بحالة جيدة نريد أن نمثل البلد بشكل قوي للغاية وأتمنى أن نقدم بطولة جيدة وغدا سنبدأ مشوارنا في البطولة ونخوض البطولة كل مباراة لحدا نعم نعلم مدى البعد والمسافة البعيدة التي جئنا منها على الفريطة العائلات بالطبع اتدخلت الكثير من الأموال لكي تأتي إلى هنا وندعم وتعمنا نعلم جيدا ما يمثله لنا هذا أتمنى أن نمنحهم السعادة في النهاية ونمثل الفريق بأفضل شكل داخل المقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر